موسيقى سيدة البلاد الأولى هند دبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير تدشن وحدة الوقاية ومعالجة أمرات التشوهات الخلقية بمستشفى الأم والدفئة موسيقى الفدرالية الشادية لكرة تعتقد جمعية العمومية لانتخاب الرأس الجديد للفدرالية الشادية وسط حضور كبير من المعنيين بالرياضة في البلاد موسيقى موسيقى الأحبة الكرامة سيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحيكم من الفضاء الشادية من الجمعين ونقدم لحضرتكم النشر الإخباري العربية لهذه الأمسية استقبلت مساء أمس سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بمطار حسن جاموس الدولي سيدة البلاد الأولى الجمهورية الكونغو برازافيل التي جعلت للبلاد للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الأولى لميلاد مؤسسة القلب الكبير تقرير زينب سليمان جبري وصلت سيدة البلاد الأولى لجمهورية كونغو برازافيل السيدة أنتوانيس ساسينجيسو إلى مطار حسن جاموس الدولي حيث كانت في مقدمة مستقبلها فول نزولها من سلم الطائرة نظرتها سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير وبحضور عدد من المسؤولين المدنيين وعداء مؤسسة القلب الكبير عقب مراسم الاستقبال توجهت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو مع نظيراتها انتوانيس ساسينجيسوف إلى صالة الضياف الرئاسية وتباحث مجمع المواضيع والقضايا المهمة التي تربط بين الجمينة وكونغو برازافيل في شرط المجالات هذا اللقاح ضره وفدي البلدين والذي شهد العديد من المباحثات كالتعاون السناي بين شاد وجمهورية كونغو برازافيل مشددين إلى سبل تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين وعقب ذلك توجهت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو برفقة السيدة انتوانيس ساسينجيسوف والوفد المرافق لهما إلى حيث مقر إقامتهما بفندق راديسون وفور وصول سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو إلى فندق راديسون حيث التقد بسيدة البلاد الأولى لجمهورية الناجر السيدة عيسوة محمد يوسف وعلى مدى ساعة كاملة تباحثت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو مع نظيرتها الناجري حول العديد من المواضيع والقضايا التي تخص شاد وجمهورية الناجر كما تطرقت جانبان إلى سنية العلاقات بين البلدين كما التقت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بممثلة سيدة البلاد الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى بريجيتو يدرا مديرة مكتبها المدني السيدة ماريان جيسو وتمحور اللقاء حول سنية العلاقات بين المؤسستين ومن ثم التقت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بممثلة سيدة البلاد الأولى لجمهورية الكاميرون شانتال بها السيدة حبيسو بيدونغ الأمينة العامة لمؤسسة شانتال وقد تباحث الطرفان حول سبل تعزيز وتقوية العلاقات بين مؤسسة القلب الكبير ومؤسسة شانتال كما تطرق الطرفان إلى القضايا والمواضي ذات الاهتمام المشترك وجدير بالذكر أن زيارة السيدات الأولى من أجل المشاركة في حفل يوم غادين السبت التي تحتفل بها مؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بعيد تأسيسها السنوي الأول وذلك في القصر الخامسة عشر يناير دشنت صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بمستشفى الأم والطفل وحدة الوقاية ومعالجة أمراض التشوهات الخلقية كان ذلك بحضور سيدات الأول من النيجر والكونغو برازابيل وافريقيا الوسطى والكاميرون وبحضور وزير الصحة العامة تقرير رشيد رشاد حسن طه من أجل سلامة الجنين من التشوهات الخلقية جاء إنشاء وحدة الوقاية وتكفل معالجة أمراض التشوهات الخلقية التي قامت ببنائها مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بمستشفى الأم والطفل حفل الافتتاح الذي ترأسته سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو والذي حضرته كل من سيدة البلاد الأولى لدولة الناجر والكونغو برازافيل ومسلتي سيدات كل من إفريقيا الوسطى والكاميرون ووزير الصحة العامة وعدد من النواب البرلمانيين ومستشاري رئيس الجمهورية ومدير مستشفى الأم والطفل وشركاء مؤسسة القلب الكبير وعضائها والمدعوين في كلمته الترحيبية قال عبد السلام صالح مدير مستشفى الأم والطفل إنهم سعداء اليوم ببناء هذه الوحدة التي تساهم دون شك في صحة الأطفال والأمهات مثنيا على جهود سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير على اهتمامها الواضح بصحة الأم والطفل الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير ديلا ليسيان أشهدت بدورها بهذه الوحدة التي جاءت بجهود رئيسة مؤسسة القلب الكبير موظيفة بأن التشوهات الخلقية مرض يعطل حياة الأطفال والقلب الكبير تسعى لبعس روح الأمل والعافية في نفوس الأمهات والأطفال طالبة من الأطباء تشخيص الحوامل منذ المرحلة الأولى من الحمل عزيز محمد صالح وزير الصحة العام ما عبر عن فرحته وقال إن وزارته ستظل وفية لجهود سيدة البلاد الأولى المبزولة في صحة الأم والطفل معربا عن أن هذه الوحدة جاءت في وقت تسعى فيه الوزارة للحصول على مثلها بهدف التصدي لأمراض التشوهات الخلقية مسلما في الوقت نفسه شهادة تقدير وعرفان لسيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير على ما تقوم به لصالح صحة التشاديين بعيد ذلك قامت سيدة البلاد الأولى هند دي بيت نور رئيسة مؤسسة القلب الكبير رفقة سيدة البلاد الأولى لدولتي النيجر والكونغو برازافيرو مسلتي سيدات كل من إفريقيا الوسطى والكاميرون ووزير الصحة العام ما وشركاء مؤسسة القلب الكبير لتتشيني الوحدة وزيارة مختلف الصالات العلاجية بالوحدة العلاجية عقب التشين الرسمي من قبل سيدة الأولى فقد استقبلت رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالقصر رئاسي المطربة السودانية ندا محمد أثمان المعروفة باسم ندا القلعة التي جاءت للبلاد المشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لميلاد مؤسسة القلب الكبير ولدى خروجها من المقابلة فقد صرحت الفنانة السودانية ندا القلعة بالحديثة الطالية وأنا سعيدة الليلة بالاستضافة الجميلة من السيدة الأولى من أجل مشاركة الغلب الكبير اللي هي لطرع الأيتام والمساكين والمتشردين فأنا لما جاتني الدعوة رحبت بي من أجل المشاركة جيت شاركة السيدة الأولى تبرع مني ليها في المناسبة دي عشان أنا أول شيء أنا بحب المرأة اللي بتكون دايما هي بتحسبي آلام غيرها أو الإنسان عامة الإنسان اللي بيكون دايما هو هدفه إنه إزعاد الآخرين قبل نفسه وهي كسيدة أولى يعني بتعمل أعمال خيرية زي دي أنا بحياء عليها وبقولها إن شاء الله ربنا يزيدك وربنا يوفغك لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافي لليتيمة هتين في الجنة فالإنسان اللي بيكفل الأيتام والإنسان اللي بيكفل للناس المتشردين والمساكين أكيد جزاء كبير عن ربنا سبحانه وتعالى وأتمنى الليلة إنه شارك في الحفلة بتاع منظمة الغلبة الكبير ونكون دايما يعني نحنا متشاركين مع بعض ونكون دايما معكم في كل حلوة وكل مرة وأنا بحب أكون شديد وبحب الشعب التشادي وأكلم بقول لها إن دا ربنا يوفغك وربنا يقدمك لك الدام وأمشي لك الدام وسيري ونحنا كشعب سوداني ومحبين سوداني للشعب التشادي أكيد نحنا معاكم ترجمة نانسي قنقر